شكرا مشاهدين الكرام صنع لموضوع اليوم أو فغرة اليوم من يحمه الأمر المؤتمر الثالث لاضطرابات النمو يارويدا العصبية في جمعية دائما ما نفخر في البلد يكون عندنا كمئيات وناس بدعمه وناس يقف على أمور كثيرة جدا دائما نسعدين خلال صباحة سدانية نتناقش مثل هذه المواضيع جمعية بيتة البلد الخيرية نعم بتأكيد جمعية بيتة البلد الخيرية جمعية رائدة تعمل في مجال الطفل والمرأة خصوصا المرأة وتمثيل المرأة نسعد جدا أن نلتقي بيدكتورة عالية عبدالله مدنية من أستقل الولايات بجمعية بيتة البلد الخيرية مرحباك دكتور عالي صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير على المشاهدين صباح الخير عليكم بداية نعرفين بالمنظمة هي جمعية بيتة البلد الخيرية جمعية طوعية تأسست عام 1994 بتعمل تحت رئاسة السيدة ليلى محمد علي حرام نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الغومي بتعمل في مجالة الطفل والمرأة وتمليك وسائل الإنتاج للمرأة لديها مكاتف في كل ولاية السودان بتعمل في الأسر المتعففة في مجال الأيتام في مجال الأعمال الموسمية برنامج رمضان برنامج الأضاحي الإفطارات الداخليات حقيبة الطالب إفطار الطالب تمليك وسائل الإنتاج وتدريب المرأة قبل تمليك وسائل الإنتاج جميل هذه نشاطات جمعية بيت البلد الخيرية دكتور عالية أنت ونسق الولايات لجمعية بيت البلد الخيرية بالتأكيد معناها يوجد مركز المركزية هنا في الخرطوم ولكن خرطوم لبت البلد الخيرية وأيضا أفرق في الولايات المختلفة للسودان كيف كانت التنسيق بداية بعد ذلك نشاطات البتن في الولايات التنسيق كان بداية بين عقاد مؤتمر السادة الأولاء والدستوريين سيدات المجتمع في الولايات فكان تدشين أفرق الجمعية في كل ولاية برئاسة حرم الوالي في الولايات فانعقد مكتب تنفيذي لكل ولاية بطرأسه حرم الوالي ونحن من هنا نتابع نشاطاتها برضو نشاطاتها مختلفة تهتمها بالمرأة تهتمها بحوجة الولاية نفسها بنشاركها في كثير من الاحتفالات والمهرجانات وخطط المستقبلية فالشهر الفات كان في مهرجان السياحة والتسوق في كادوغل النسخة الثانية ووقت شاركنا في النسخة الأولى وشاركنا في مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق وشاركنا في ولاية نيلة الأبيض لدورة المدرسية فبالتالبلد تكون حضور في كل ولاية حسب حوجة الولاية وحسب برنامجها السنوي وشغالين في حوجة الولاية نفسها كل ولاية عندها حوجة معينة فالمنظمة هي شغالة في حاجة الولاية برئاسة حرم الوالي ومكتب التنفيذي في الولاية نحن ندخل في الموضوع نحن نعرف المجهودات التي قدمت للمرأة التي قدمتها من خلال جميع البلد الخيرية جميع البلد الخيرية تعمل دورات تدريبية على مدار السنة في المعجنات في صناعة العطور في التفصيل والخياتة في صناعة الألبان ومن مشاريع الدائمة عندها بتلبلد مشغل بيعمل في قياتة زي المدرسي في الوينيفور فالدخل بتاعها بكل صالح الأسر المتعففة والأيتام وبرضو عندها معمل الألبان كل هذه الانتاجات بتكون من المستفيدات نفسهم من المتدربات فالمرأة عندما تكون هي متدربة بتقدر تعيل نفسها خاصة في هذا الزمن المرأة هي أصبحت المساعد في الأسرة نعم لابح كبير في تأسيس بيتها في شيلة المسؤولية مع زوجها فتمليك وسيلة الانتاج بخليها هي عندها مهنة وبالتالي المرأة زكية وشاطرة ومتسوقة جيدة جميل نحن الآن عندنا صور لمشاريع بيتة البلد الخيرية وكانت الآن عبر الشاشة معروضة لكن دكتور عالي تحدثت عن تمكين وتمكين لوسائل الإنتاج أنا أفتكير قد تكون في بعض الولايات يعني ما بتعمل بصورة كبيرة وأنت منصق للولايات تكلمين عن تمكين المرأة الريفية تحديدا في ولاية السودان المختلفة المرأة الريفية هي مبدعة لأنها تشتغل من الخامات المحلية وولاياتنا زاخرة أمالية بالفلكلور والتراث الجميل فحسي الآن شهر الفات في مهرجان التسوق في كادوكلي فشاهدنا مناظر جميلة لصناعة يدوية من المرأة السودانية فده كان فخري لنا في معرض الغرية التراثية فكل المنتجات كانت منتجات من الخامات المحلية فأنا بحيي المرأة في كل ولاية السودان لإبداعها ولتصميمها وعكسها لتراثها هل المشاركات التي تتم لكم أنتم كجمعية البلد الخيرية في ولاية السودان المختلفة هي تكون من عمل الولاية نفسها أو هي جمعية التي تقوم بعمل المهرجانات هناك هي من عمل الولاية نفسها لكننا كمنسقين بالمشاركة ونحاول نميت يد العون معنويا وماديا فالمرأة في الولايات مرأة قوية منتجة بكل المغاييس الطبيعة والبيئة تشكلها طبعا بدأكيد عدد من المؤتمرات التي تقامت كان عندكم مؤتمر أول وثاني والآن عندكم المؤتمر الثالث للإضطرابات العصبية نحن نتحدثين أكثر عن المؤتمر برعاية جمعية البلد الخيرية المؤتمر في ثلاثة أيام يوم 16 و 17 و 18 اليوم الجلسة الافتتاحية برعاية جمعية البلد الخيرية وبتشريف السيد الرئيس الجمهورية حسن أحمد البشير في دار الشرطة بالخرطوم بري جميل يعني الاهتمام بإضطرابات النمو العصبية تحديدا وجمعية البلد عاملة في مجال الطفل والمرأة هل المؤتمر يخص الطفل والمرأة أو لكل الفئات العمرية تحديدا يخص الطفل زوء الإضطرابات النمو العصبية ويعني يشكل فيه دورات تدريبية وفيه ورش للأسر نفسها عشان تقدر تقيف مع هذا الطفل والهدف منه يعني الكشف المبكر ومعالجة الحالات المبكرة جميل عدد من القضايا ذكرتها كثير جدا والاهتمام الكثير نحن دارين نعرف ليه يعني إيش معنى مثلا القضايا دي ليه الاهتمام بها هي بتهتبالبلد بتهتم بالمرأة بكل محاورة المرأة والطفل فالآن بتهتبالبلد بتعمل في أكبر مشروع للطفل اللي هو مستشفى السودان لعلاج الأطفال السلطان بالمجال 79-79 هذا المستشفى سوف يكون صرحي كبير يخدم الولايات ويخدم الدول الأفريقية المجاورة بإذن الله سوف يرى النور غريبا الآن في المرحلة الثالثة وبيعون فردي يعني وعون مجتمعي وعون سوداني فلقى صدى كبير والحمد لله الآن في المرحلة الثالثة وفي الأيام القليلة الغادمة سوف يرى النور ليخدم السودان والولايات والدول المجاورة جميل إذن هذا هو ديدنا المرأة السودانية دائما في كل مكان دكتور عالية 79-79 بالتأكيد كل المجتمع السوداني في انتظار وهو واحد من المشاريع المستقبلية التي حطر النور قريبا لمنظمة أوجب مجموعة جمعية بنت البلد القائرية شكرا لك كثير دكتور عالي شكرا لك دكتور صباحكم خير إذن مشاهدين كرام نحن سوف نتواصلين معكم في برنامج صباحة السودانية عدد من الفقرات المتميزة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة